دولة الكويت عبر تاريخها المعاصر مسيرة طويلة في التضامن التنموي مع دول العالم باعتبار أن التنمية الشاملة والمستدامة مفتاح للسلام العالمي بين الشعوب والأمم دولة الكويت حققت من خلال سياستها التنموية التضامنية مكانة مرموقة في الساحة الدولية باعتبار سجلها في التعاون الدولي حضرة صاحب السمو وأمير البلاد شيخ صبح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه توالى مسيرة حكمه سطر تاريخا حفلا بالإنجازات الرائعة قادها عميد الدبلوماسية وقائد العمل الإنساني لترتفع مكانة الكويت ولتحتل مكانها اللائقة في المجتمع الدولي لا سيما بعدما أصبحت مكانا هاما في استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية من قمم خليجية وعربية ويضاف إلى سجل إنجازاتها المعطاء ثلاثة مؤتمرات للمانحين وانطلاقا من الدور المحوري الهام لدولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صبح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه جاء قرار الأمم المتحدة بمنح سموه لقب قائد للعمل الإنساني والكويت مركز للعمل الإنساني كما كرمت المنظمة الدولية للهجرة سموه رعاه الله في خطوة هي الأولى من نوعها تقديرا لجهود ومساهمات سموه في دعم العمل الإنساني وإغاثة النازحين نتيجة للحروب والكوارث الإنسانية والطبيعية حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صبح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومنذ توليه مقاليد الحكمة يقود مسيرة الخير الكويتية راعيا كعهد سموه لأبناء شعبه مجددا عطاءه للكويت سائرا على بركة الله مقتديا بهدي القرآن الكريم لقد كانت دولة الكويت وما زالت وستبقى سباقة دائما لمساعدة المحتاجين حول العالم فالتقارير العالمية وضعتها في طليعة الدول في تقديم المساعدات الإنسانية فهي تعتبر أحد كبار المانحين في مجال العمل الخيري فلقد أطلقت الكويت في الأعوام القليلة الماضية عدة مبادرات لمحاربة الفقر والجوع كان أولها تأسيس صندوق الحياة الكريمة برأس مال قدره 100 مليون دولار إذ يقدم هذا الصندوق مساعداته لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توافر المحاصيل الضرورية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الفقيرة حيث استفاد من هذا الصندوق حتى الآن أكثر من 22 دولة فمنذ 55 عاما والصندوق الكويتي للتنمية الأقصادية العربية مطلع بالعمل المتواصل لمساعدة المجتمع الدولي في مساعيه لمكافحة الفقر وتجسد ذلك في دعم المشاريع الإنمائية في أكثر من 104 دول نامية حول العالم بالإضافة إلى المساهمات الطوعية التي يتم تقديمها بشكل سنوي لكثير من المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في المجالين التنموي والإنساني فلقد سهمت دولة الكويت بمبلغ وقدره 300 مليون دولار لصندوق التضامن الإسلامي الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية للقضاء على الفقر في إفريقيا بالإضافة إلى إسهامها في العديد من المبادرات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي الرامية لمساعدة الدول النامية على تحقيق إهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر